بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله نصائح رمضانية لمرضى اضطراب الجهاز الهضمي اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي يعاني الكثير من الناس من اضطراب الجهاز الهضمي لذلك يجب اتباعهم نصائح لصيام صحي يمنعهم من التعرض لتهيج الجهاز الهضمي والأعراض المتعلقة به فيما يلي نصائح رمضانية تتعلق بمرضى اضطرابات الجهاز الهضمي عدم تناول كميات كبيرة من الطعام والشراب بعد السماع النداء للإفطار حيث يسبب ذلك التخمة بسبب تمدد المعدة بشكل سريع عند الاكثار من الطعام كما يؤدي ذلك إلى عسر الهضم والشعور بالامتلاء والنعاس لاندفاع كميات كبيرة من الدم إلى الجهاز الهضمي ويؤدي إلى قلة التركيز والتعام أيضا تناول وجبات صغيرة من الطعام وتجنب الأطعم الدسمة والحلويات وتجنب التعرض للضغوط النفسية الشديدة أيضا الابتعاد عن الابهارات والتوابل يعمل ذلك على تحسين حالة المرضى المصابين بعسر الهضم في هذا الشهر الكريم إن لم يكن لديهم سبب عضوي آخر أيضا تجنب شرب المياه المثلجة والسوائل المثلجة أو الباردة كبداية لتناول الإفطار مما قد يتسبب بعسر الهضم وانقباض المعدة ودائما وأبدا الحمد لله على نعمه مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى